بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا بعض الشباب ينظر إلى مسألة الانتماءات المختلفة والخطابات المتعلقة بها بأنها خطابات متعرضة متصرعة متقتلة بشيء من الحدة والغلو في هذا الشأن ولكن المسألة التي تتعلق بالانتماءات والانتماءات الفرعية هناك رؤية مختلفة في هذا الشأن وكأن المسألة التي تتعلق بالوطن والوطنية أمر مدان لا أبدا الوطن والعلاقة بالوطن هي ضمن علاقات كثيرة هذه العلاقات من طبيعة فطرية نعم هذه مسألة يجب أن نؤكد عليها في الأساس ذلك أن علاقة الإنسان بالإنسان قد تتحيس في مكان غرافي هذا المكان الغرافي يسمى موطن يسمى وطن الانتماء لقوم معين الانتماء لقبيلة الانتماء لأسرة الانتماء للعائلة الانتماء إلى مهنة الانتماء إلى دولة الانتماء إلى الإنسانية إذن نحن أمام دوائر للعلاقات ودوائر للانتماء يقول المستشار ويسمي هذه الظاهرة المستشار الحكيم البشري المستشار طريق البشري يتحدث عن ذلك فيسمي وحدات الانتماء المتحاضنة أي التي تحتضم بعضها البعض لا تتصارع مع بعضها ولا يفترض أن تكون متصارعة أو تكون بالخصم من بعضها ذلك أن انتماء الإنسان إلى مهنة على سبيل المثال أهل هذا أمر بعضه كسبي وبعضه يتعلق بالطبيعة الفطرية بارتباط الإنسان بأهل مهنته ارتباط الإنسان بتخصص ارتباط الإنسان هذه كلها انتماءات انتماء الإنسان في منظمة مجتمع مدني أو مجتمع أهلي هذه انتماءات انتماء الإنسان إلى حزب من الأحزاب هل هذا يخلعه من انتماءاته الأخرى لا لا يخلعه من انتماءاته الأخرى ومن ثم ما يترتب على هذه فكرة الانتماء وما يترتب عليها من فكرة الخطاب المترتب عليه لا بد وأن لا يكون ذلك الخطاب متصارعا متضادا مفرقا يأخذ هذه الدوائر باعتبارها دوائر متنافية تستبعد بعضها بعضا ولا تتكامل مع بعضها أو تتحاضا أو تشكل مجموعة من الانتماءاته ومن ثم أستاذنا الحكيم البشرية يتحدث أيضا عن مسألة الانتماءات الفرعية إذن نحن أمام الانتماء لقط الاهتمام بشؤونه الاهتمام بأحواله بأماله بألامه بتاريخه بكل هذه الأشياء ليس شيئا مرضيا الحنين إلى الأوطان مسألة أساسية النبي عليه الصلاة والسلام حينما ترك مكة كان يذكرها ذكرا جميلا بارتباطه أنها أحب أرض الله إليه نعم لأنها فيها تربى فيها مرباة فيها كل الأمور التي تتعلق بذاكرته وتاريخه إذن نحن أمام مجموعة من العلاقات والانتماءات هذه الانتماءات تتكامل هذه الانتماءات تتحضن هذه الانتماءات لا تتصابع ولكنها يمكن أن يكون لهذه الانتماءات عند التعارض مسائل مهمة في هذا السياق يجب أخذها في الحزبان مثلا حينما يتعرض الانتماء إلى وطن أو إلى مكان أو كذلك مع حرية الإنسان وتؤدي إلى استعباده وهذا ما حدث مع هؤلاء الذين ذهبوا في المنافي في كل مكان بعد أن استطاع المستبدون أن يستبدوا بأهليهم وبشعوبهم بشكل أو بآخر ويتحكم فيهم فإلا استعبدوهم وإلا قتلوهم أو نفوهم هذه المسألة مسألة يكون النفي يكون النفي في هذا الإطار سواء أكانت منافي اختيارية أو قسرية تكون بذلك هجرة مطلوبة للتمسك بعزة الإنسان ومشروعه القيمي ومعنى كرامته معنى كرامته وعزته في هذا المقى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ترجمة نانسي قنقر